اما انت ابن الابليس او ابن للرب لكن في هاي اللحظة يمكنك ان تتحول تنتقل من الظلمة الى النور من الموت الى الحياة من الهلاك الابدي الى الحياة الابدية من الطريق الواسع الذي او الرحب الذي يؤدي الى الهلاك الابدي او الطريق الديق الذي يقودك الى السماء تتحرر من الشيطان وقبضة ابليس لكي تأتي الى يسوع المسيح وهذا بتتم احبائي عن طريق التوبة ان نرجع الى الرب يسوع المسيح بركة التبرير بركة التقديس بركة الفداء بركة الغفران بركة المصالحة بركة التجديد احبائي ما تخافش من هاي الكلمة الكبيرة مكتوب اذا ان كان احد في المسيح فهو خليقة جديدة الاشياء العطيقة قد مضت هو ذا الكل قد صار جديدا لما بتآمن بالرب يسوع المسيح بتصير ابن او بنت للرب تصبح خليقة جديدة بتحصل على طبيعة جديدة صرنا شركاء الطبيعة الالهية يقول الكتاب المقدس نصبح ورثة مع المسيح سفراء وامتيازات وبركات كثيرة جدا بتحصل على المصالحة على حضور الله في حياتك قوة الله في حياتك على بركة الله وبتحصل على الحياة الابدية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة